من ضمن الاسئلة هل في فرق ما بين خريج المعهد العالي تجارة وكلية تجارة اللي اتنين بيدرسوا تجارة اللي اتنين بيدرسوا بيحصلوا على بكاليروس تجارة ولكن الفرق احنا عندنا المعهد العالي وفي عندنا آآ كلية تجارة هل بتفرق في بعض الوظائف بتفرق فيها زي ما احنا قلنا في بعض البنوك الحكومية بتشترط انه يكون خريج آآ حاصل على آآ جامعة تجارية ما يكونش كلية ما يكونش معهد او اكاديمية لكن في بعض الاماكن تانية ما بيكونش عندها في فرق فهذا الفرق الوحيد هل في فرق في المواد ممكن تلاقي هنا مادة موجودة هنا مادة زيادة مادة بنفس الاسم بس باسم مختلف بنفس الكونتنت او المحتوى بس باسم مختلف آآ على حسب دي بفلوس على حسب يعني الاسئلة بقى اللي هي بتاع الده المكان ده ايه وكام والحاجات دي كلها فضع ده في الاعتبار وربنا وفاك وتقول لك كل خير ونصحتي لو انت دخلت المعهد العالي تجارة بلش تقارن نفسك بخريج كل التجارة ركز على نفسك ركز على مهاراتك كل حاجات دي هي اللي هتساعدك ان ان شاء الله تجد فرصة عمل وبلاش تقارن نفسك بيه الاخرين وربنا يكتبك لك اللي فيه الخير بازن الله لا تنسوا الاشتراف في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعكم الجديد